أزمة صحية وإنسانية تعيشها محافظة واسط على وقع ارتفاع نسب الإصابات بأمراض السرطان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ما دفع السكان إلى المطالبة بإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام السرطانية محافظة واسط تفتقد إلى أي مركز تخصصي بالأمراض السرطانية اليوم مرضان أغلب المرضى ياما بالعمارة ياما البصرة ياما يروح النجف أو البغداد هنا حالة المريض لا يتحمل أنه هذا السفر ولا عنده الإمكانية المادية أنا من 2005 وقعت أول ما رجعت بصرة بعدين رجعت للناصر رجعت للكوت رجعت لدكاتر مالكوت ظليت للألفين وعشرة وحالتي أصلا حتى ما شخصوها ما شخصوه المرأة شنهي هو عند دائرة ما شخصوه ظليت عائشة المهدات والله عندي أخوي أنا مريض بالسرطان ويراجع المستشفى كربلة يعني حتى سيارة إيجاري أجر ويروح وهو ما عنده غير راتب عاطلين وهنا المحافظة للأسف ما بها مستشفيات لأمراض السرطان ولا علاج وكل شي ما كو مسؤولو الصحف في محافظة واسط أكدوا أن هناك مشروع يخص الأورام السرطانية سيتم افتتاحه خلال أيام يعد الأفضل على مستوى العراق فيما يخص مرضى الأورام السرطانية لدينا مشروع إن شاء الله خلال أيام القريبة القادمة سيتم افتتاحه وهو مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية المنفذ من قبل شركة ألكتر واحد من أفضل مشاريع على مستوى البلد معاناة سكان محافظة واسط مع مرض السرطان تعد مثالا وتكرارا لمعاناة العراقين في باقي المدن التي شهدت بعد عام 2003 انتشارا كبيرا لهذا المرض بفعل انهيار القطاع الصحي وعدم جاهزيته لتشخيص وعلاج الأورام السرطانية بفعل صفقات الفساد في مشاريع بناء المستشفيات